تعالوا نروح بقى هنا للدخل المصري مرة تانية لأنه هناك أزمة كبيرة بتحصل في العالم أنا أظنها أنها أهم وأكبر بكتير من الأزمة اللي بتحصل أزمات الحروب مش بس الأزمة الأوكرانية أي أزمة حروب هي فكرة الجائحة الكبرى التي ضربت هذا الكوكب في 2020 و2021 ومستمرة معانا لحد دلوقتي اللي هي كرسة الكورونا خد بالك أنا مش عايزك تنشغل بالحرب الأوكرانية فتنسى نفسك لا احمي نفسك وبالمناسبة ده الهاشتاج اللي موجود على صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي في كل مكان احمي نفسك ما تخليش الحرب تنسيك التطعيم ما تخليش انشغالك بالقنوات الإخبارية ينسيك التطعيم وبرضه ما تخليش أنه متابعتك لبرنامج التساعة تنسيك التطعيم وعليه إحنا نشجعك أكتر على أنك تحمي نفسك ادخل على الهاشتاج بالمناسبة لو احمي نفسك واعد شوف اللي بتالها تليقي على صفحة مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية مصر عملت كل شيء ممكن خد بالك كل شيء ممكن عشان يتم توفير اللقاحات للمواطنين وبالمجان كل شيء ممكن بدأ من أنه مصر حصلت على بعض اللقاحات المجانية في الأول خالص وبالمناسبة حصلت عليها كواحدة من أوائل الدول اللي قدرت تحصل لمواطنيها على لقاحات وبعدين مصر اشتغلت بمنتهى السرعة على أنها تشتري لقاحات على حساب الدولة على أنه يتم توزيعها على المواطنين مجانا أو تلقيح المواطنين مجانا دون أي قيد ولا شرط ولا رسوم على الإطلاق كويس خالص وبعدين مصر اشتغلت على أنها تعمل إيه كمان تصنع اللقاح في مصر ومصر دلوقتي شغالة في الخطوة الرابعة وهي صاحبة الأهمية الكبيرة على الأقل بالنسبة لواحد زي حالاتي إيه يا يوسف أقولك إن مصر مش بقى بدأت تصنع ما إحنا بدأنا تصنيع اللقاحات عندنا اللي هو عن طريق شركة فاكسيرا لا مصر بدأت تشتغل على أبحاث اللقاح المصري واللي بات قابق قوسين أو أدنى من أنه يظهر للنور بعد ما يتم تجربته ويتم نشر أبحاثه في كبريات المجلات العلمية المعنية بهذا الشأن مصر عملت كل حاجة علشان تصرع وطيرة وصول اللقاح للمواطن فعملت إيه اللقاح أصبح متوافر في كل المستشفيات بس كده لا دحنا كمان هنخليه متوافر في أماكن للتلقيح اللي هي وحدات متنقلة تلاقيها موجودة في المولات وتلاقيها موجودة في الميادين وتلاقيها موجودة في الشوارع دحنا كمان هنعمل مكاتب للتلقيح عملنا ده عملنا بقى أماكن كمان لتلقيح المواطنين بالأمصال واللقاحات الخاصة بكورونا موجودة في المترو وفي السكة الحديد ولكبار السن هودها لك لحد البيت ولو مش كبير السن ولكن لديك شيء ما مرض شديد يا حول دون تحركك من منزلك ما عندناش مشكلة هنبعث لك اللقاح لحد باب سيادتك تحت أمرك المواطن المصري كلامه أوامر ده اللي عملته مصر في هذا الإطار نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو بعنوان خطة الدولة الشاملة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات أنا عايزك تتفرج على التقرير ده لسبب مهم مش بس علشان يعلو ويسمو معدل وعيك بضرورة إنك ما تفوتش اللقاحات ولو كان عندك جرعة تنشطية يبقى أو جرعة معززة لازم تاخدها وما إلى ذلك هي المسألة بالنسبة لي هذا التقرير وهذا الفيديو مهم عشان تعرف بلدك تعب تأدئيه علشانك هو تعبك دايما راحة وكلامك دايما أوامر بس عشان محدش يجي يقولك وهو مصر عملت لنا إيه ترجمة نانسي قنقر